بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشر الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزات الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاء اليوم سننضير معكم صفحة 46 من الكتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي وبالضبط تقويم نهاية الأجدوس الأول ودعمه في الفيديو السابع بضياء منهل النشاط العلمي درتمعكم صفحة نشاط وربعين الذي تهمت تقويم لنهاية الأجدوس الأول اليوم سننضي معكم الدعم سننضي معكم الخاص بآ Hawai نبدأ بالشأة الأول نعطف أولا أضحة سننضي جامعة في الفيديو نفختي أبس أبس سنقول والسيطة والسيطة أ أ. البشيئة الإنهائية مستوى على الناس يحفل لانهيث عن المشرفة حياة الإنتهية مستوى على الناس المشرفة لذلك يدعني الشيئين الإنتهية ونحن نقول في العديد من الفضائي ترتفع مع اعتفاقات المجهود وقال في العبارة المجهود يكتر من المجهود فهو هذه هي العبارة المجهود وفي حالة أعبارة بي في البيتصال يجرى المالات المخدرين يتخلون في نترمين في الطبيب عهم من الطبيب الغد يبدون الإطارة في الطبيب الثاليمن والغرابي الفيديون المرتزarse منها جنوجة من نهاتف جنوجة نهاتف نهاتف كثيرا نحن نحعدًا الهواء والموم statيب في الحياة إغلاق من ديوكاد أدت نحن ند one في طبيبان قد قام بشكل الموسيقى نقوم بعاوردة لصفة من السماء نقوم بلون مباشرة فيها جميع الأتخراج يتملون بالنزل وتمستشفة في نتريفين أو النترين وانتشفة في نظر عسل وействات في ذلك العساء من المذر الجميع من المقالب هنا ولطيقون الزاكس الفاء يحتشل بعكثر ويظهر الإفادة في ، بالنسان الأمريك المللل هو الملللل الناس الملللل هو الملاك العقول يجح الناس الملللل مللللل كل المللللل ثم أفضل لن أتفكر لن أجريك 0.2 أجريك لن أجريك أربط بخط كل تعبير في المجموعة واحد بالجملة المناسبة في المجموعة إذن ونربط هذا المجموعة واحد مع مجموعة رقم إذن إذن هنا عندي مجموعة من تقنيات وهنا عندي تعريف ديلها أولا تضيح حولها دكار شوفوا أولا من الفرش الحراجي نحن قلنا في الدروس بأن الفرش الحراجي ومجموعة الأوراق الميتة وكذلك للحيوانات الميتة الصغيرة إلى غير ذلك إذن تعطي محاصل جيدة بتقنيات تحافظ على البيئة وتحمي صحة الإنسان طبقة مكونة من الأوراق الميتة وجودة الحيوانات الصغيرة تكسو سطح التربة إذن هذا هو الجواب الصحيح دكو هذا هو الجواب الصحيح إذن نربط الفرش الحراجي مع طبقة مكونة من الأوراق الميتة وجودة الحيوانات الصغيرة تكسو سطح التربة شوفوا حتى التربة حتى التربة وشياء تعطي محاصل جيدة ولا تقنية يتم فيها تناوب زراعات مختلفة على تربة نفس القطعة الأرضية أولا ظاهرة تؤدي إلى تفكك التربة وتدهورها ولا هي ممارسة سلبية يمتج عنها تناقص تماسك التربة والخفاظ بجودتها الإجابة الصحية هي هذه ظاهرة تؤدي إلى تفكك التربة وتدهورها نحق التربة الإجابة الصحية هي هذه نشوفوا قطع الأشجر إذن قطع الأشجر هو ممارسة سلبية يمتج عنها تناقص تماسك التربة والخفاظ بجودتها لأنه في المنطقة يكون فيها شجار كثيرا فكتكون تربة متماسكة ولكن من يمكن نقص فيها شجار كتولي سهلا للحات والإنجيرف قطع الأشجار هي ممارسة سيئة أو سلبية الدورة الزراعية الدورة الزراعية هي من ندوره من ندوره الزراعات مثلا في واحد القطعة ندره هذا العمل فول عملي ماجي الزراع العمل اللي مراه الجلبانة العمل اللي مراه شي حاجة أخرى هذه هي تدوير الزراعات إذن هي تقنية يتم فيها تناوب الزراعات هذه هي شوفوا الآن القتلي غير الزراع المستدامة الإجابة هي تعطي محاصيل جيدة بتقنيات تحافظ على البيئة وتحمي صحة الإنسان زراع المستدامة منطل فرق الحرجي وطبقة مكولة من الأوراق الميتة وجودة الحيوانات الصغيرة يتكسو سطح التربة حتى التربة هي ظاهرة تؤدي لتفكوك التربة وتدورها قطع الأشجار هي ممارسة سلبية تدوير الزراعات الزراعية هي تقنية تمفيها تناوب زراعات مختلفة على تربة نفسي قطعة الأرضية وأخيرا الزراع المستدامة تعطي محاصيل جيدة بتقنيات تحافظ على البيئة وتحمي صحة الإنسان الزراعات تدوير 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 الزراعات المسازن المستقبل المحتوي لك الخارجة المشاركة المسازن المواقف المسازن 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 المستقبل المسازن الغرارة المسيسرة الساعة التربية ل reh 중요한 الآن ، نتحدث عن patch نتحدث عن منطقات في عليها آخر فهي لا أخرج سنقوم بقية نتحدث عن عنوان المطقة أو المطقة نتحدث عن طبعات نتحدث عن طبعات نتحدث عن طبعات لدينا ملانة تنظم الجنة من سيارة تلك الكاتب قبل أن خلت يمكننا أن يدخل لدينا ملانة لدينا ملانة تنظم جزء أموان الأخير وهو التمرين الرابع أملأ الفراغات بما يناسب هذه الفراغات سأملئهم كذلك بذلك الكلمات أكبر التصفيق السكر التبخر محلول التكاثف السخين الترشيح ارتفاع متجانس تحريك وحبيبات 1-3-4-5-6-7-8-8-8-10-11-12 عندي 12 الكلمات وعندي كذلك 12 الفراغات لتحضير كذلك السكر لتحضير محلول السكر لتحضير محلول السكر ما الذي يضب في الما Justice сорvé합니다 المحلول على المحلول صاف وهو خليط حيث أنه خليط policy متجانس مهو خليط متجارس كتلة السكر القابلة للذوبان في لتر من الماء من كتلة الملح قابلة للذوبان في لتر من الماء مثل أن نجم إجري المنزل بنفس الكمية للماء نحن نضيف ملح القابلة عند الإناء ودوم ساخذ الدوني بنفس السكر بحيث كيفية من الملح الئو evaporتas طبيعة السكر إذا كتلة السكر القابلة للذوبان في لتر linl أكبرا من كتلة الملح القابلة للذوبان في لترin من الملح تتزيد قابلية ذوبان جسم صلب في الماء مع ماذا؟ snakes تزيد زاد القابلية للذوبان للجسم الصلب yarn inates مع زيادة أو ارتفاع درجات حرارات الخليط أرتفاع sympathique إبتواف درجات حرارة الخليط يعني إذا ارتفعت درجة حرارات الخليط هذا الجسم الصلب يبدأ يزيد يدوب أكثر يصبح ذوبان الملح في الماء أسرع ذوبان الملح في الماء يصبح أسرع بتحريك الخليط إذا تحركت سيزيد يدوب لي أو ماذا؟ أو التسخين أو التسخين بالتحرك وكذلك بالتسخين إذا سخنته وزيت له الأفهم زيان سيزيد يدوب لي أو استعمال الملح على شكل ماذا؟ على شكل حبيبات إما كان حرق أو كان سخن أو كذلك استعمال الملح على شكل حبيبات أو مسحوق كلما سخار القد كلما كان سرعة الدهبان أفضل تقنيات فصل مكونات خالد هنا نضرب على هذا لديه ارتفاع لديه تحرك لديه متجانس لديه حبيبات ما قالي؟ فقط أربعات التقنيات هم هؤلاء التي سأكتبهم هنا ولكن سأكتبهم بالترتيب لديه تقنيات فصل مكونات خليط أول حاجة خلائط خلائط متجانس وخلائط غير متجانس ما يمكنني من فصل مكونات خليط غير متجانس هما التصفيق وكذلك الترشيح أول حاجة نبدأ بالتصفيق ثم الترشيح سنضرب ثم نضرب جوجة التصفيق بقتل التبخر وقتل التكاثف سنبدأ بالتبخر ثم التكاثف هذه تقنيات فصل خليط متجانس وهنا تقنيات فصل خليط غير متجانس أو فصل مكونات خليط غير متجانس هذا الشيء الذي كان عندي في هذا الفيديو أتمنى أنكم تستبدو معي في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري سنتجدكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى التي تتهم الوحدة الرابعة من منهل النشاط العلمي إن شاء الله نصبح خمس ابتدائي كان معكم الأستاذ محمد البخاري السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى وبركاته اشتركوا في القناة